هذه القضية أحبتي قضية غيبية وهذا السد تحدثوا عنه في التاريخ الإسلامي كثيرا وقالوا هو في منطقة في وسط آسيا أو أماكن مختلفة حددوها ولكن حتى الآن لم يعثر أحد على أي أثر ليأجوج ومأجوج نحن لدينا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث يقول هناك فتحة مع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت وأشار بإصبعي الإبهام والتي بجانبها كذا قال فتحت يوم فتحة من ردم يأجوج ومأجوج القرآن ذكر هذه الأمم طب هذه الأمم هل هي من البشر من بني آدم أم هي كائنات أخرى أيضا هذا الموضوع ليس لدينا حديث صحيح ومؤكد يفصل هذا الموضوع هناك بعض الأحاديث الضعيفة تقولهم من بني آدم ولكن على كل حال أنا كمؤمن ما الذي يهمني من هذا الموضوع أنا يهمني ما ذكره القرآن وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة القرآن ذكر يأجوج ومأجوج مرتين في آيتين انتبهي أخي الكريم وهنا الله رتب هاتين آيتين ليقول لك إن يأجوج ومأجوج بالفعل هم موجودون ويعني من لطائف القرآن أنه ذكرهم في آيتين ووضع فيهما دليل على أن الذي أنزل هاتين آيتين هو الذي أنزل القرآن قرآن 114 سورة أخي الحبيب القرآن 114 سورة فالذي أنزل آيتين تتحدثان عن يأجوج ومأجوج هو الذي أنزل 114 سورة سوى القرآن لذلك عندما نقرأ الآيتين نجد أن عدد حروف الآيتين هو 114 أنا أعتبر هذه إشارة لطيفة لمن لديه عقل ولديه تفكير تشير أن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل هاتين الآيتين الآية الأولى في سورة الكهف عندما ذهب ذو القرنين وطاف الأرض وبلغ أسباب الأرض صادف أناسا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى هذه بداية قصتهم الآية الثانية في سورة الأنبياء تحدثنا عن نهايتهم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون انظر إلى التعبير هنا من كل حدب للدلالة على كثرتهم ينسلون هذه الكلمة تكررت في القرآن مع خروج البشر من الأجداث من القبور ونفخ في الصور فهذه النفخة نفخة البعث والإحياء ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور يعني إلى ربهم ينسلون ينسلون يعني يخرجون مثل ينسلون مثل الشعرة من العجيم فهؤلاء موجودون تحت الأرض هذه الأقوام يأجوج ومأجوج أنا ألتزم بالنص القرآني عندما يخبرني حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ظهور يأجوج ومأجوج من علامات الساعة أيها الأحبة مع ظهور المسيح نزول المسيح عليه السلام ظهور المهدي ظهور الدجال إلى أخر دابة الأرض هذه من العلامات الكبرى للساعة وأخيرا طلوع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا نفس لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فإذا أنا بالنسبة لي كمؤمن هل أصدق وجود يأجوج ومأجوج أم أكذب إذا أردت أن أفكر بشكل علمي أنا لا يوجد لدي دليل الآن ينفي وجودهم يعني دليل علمي يقول إن يأجوج ومأجوج غير موجودون هذا الدليل غير موجود بالعكس بل هناك أدلة تشير إلى أن الإنسان وهذا البحث منشور على موقع لايف ساينس لم يكتشف من الكائنات الموجودة في الأرض إلا القليل جدا مهم هناك منطقة اسمها بين السدين يعني دعوني أذهب لي القصة من أولها حتى إذا بلغ بين السدين من هو سيدنا ذو القرنين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا إذن هذا إشارة لمخلوقات بشرية بدائية لا يكادون يفقهون قولا إذن المنطقة التي وجد فيها ربما تكون منطقة منعزلة منطقة مضى عليها سنوات طويلة وكان فيها أنبياء وكان فيها بشر ولكن أهلك الله هؤلاء البشر ونشأ بعدهم بشر وكفروا أيضا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني مالا الخرج يعني المال على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيه ربي خير كان لديه وسائل للسفر البعيد كان لديه وسائل متطورة الله سخرها له وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا كان يستطيع أن يقطع ألاف الكيلومترات كيف الله أعلم كان لديه وسائل قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردم السد لو جعل سدا ربما تسلقوا عليه السيدنا ذا القرنين وضع حلا جذريا لهذه المشكلة وجعل بينهم ردما أي أغلق هذا المكان بشكل كامل أغلق عليهم المكان أعطوني زبر الحديد قطع من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين لأنهم كانوا هم يعيشون في ما يشبه الوادي مثلا لنقول ذلك وهناك منطقة جبلية مثلا كانوا يعيشون فيها وهناك هذه المنطقة الفتحة التي يخرجون منها ويعودون يخرجون ليفسدوا في الأرض ثم يعودون فهو صنع خليطا من الحديد والنحاس المذاب وأغلق عليهم هذه الفتحة أو هذه المسافة حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطران إذن صهر الحديد وأضاف عليه النحاس المذاب فشكل مزيجا صلبا جدا غير قابل للتأكل ولا يتأثر بالعوامل الجوية وسميك جدا لا يستطيع فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبة فما استطاعوا أن يظهره أي أن يظهروا عليه يخرجوا منه وما استطاعوا له نقبة أي خرقا وهنا كلمة استطاعوا واستطاعوا لأن الخرق والنقب أصعب من الظهور أو التسلق فاستخدم القرآن كلمتين لطيفتين الأولى بالتخفيف استطاعوا لأن العمل خفيف عمل التسلق خفيف أما الثانية قال وما استطاعوا بإثبات التأ وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وما استطاعوا له نقبة لأن النقب أو الخرق أصعب بكثير فاستخدم كلمة استطاعوا هذا من الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم طبعا هنا سيدنا ذو القرنين لما رأى هذا المشهد قال قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا إذن الآية الثانية هنا تشرح لنا ما الذي سيحدث في المستقبل إذن القرآن أخي الحبيب فيه خبر أو نبأ أو خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم يعني فيه الماضي والمستقبل فالقرآن يحدثنا عن تاريخ يأجوج ومأجوج ونهاية يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج لماذا استخدم القرآن كلمة فتحت النبي أكد هذا المعنى عندما قال فتحة يعني بهذا الحجم من ردم يأجوج ومأجوج فتحت فتحة بهذا الحجم فالآن هم يحفرون في هذه اللحظة ونحن نتحدث والفتحة التسع متى سيخرجون الله أعلم فإذا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يعني فتحت فتح هذا الردم وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي الشاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا غافلين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون يا لطيف ماذا عن تفاصيل حياتهم كيف سيهلقون هناك بعض الأحاديث تقول إن الله سيرسل عليهم آفة أو دودة أو كائن صغير سيكون سببا في هلاكهم بعد أن يملأوا الأرض فسادا بعد أن يملأوها فسادا والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام له حديث لطيف في هذا المجال ذات ليلة فزع النبي عليه الصلاة والسلام من موقف يعني نحن نغفل عنه استيقظ فزعا وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشار بإصبعيه هكذا وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها قالت له السيدة زينب رضي الله عنه يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث هذا الحديث موجود في البخال خروج يأجوج ومأجوج يأتي بعد خروج المسيح وخروج الدجال والمسيح عليه السلام عندما ينزل إلى الأرض يملأ الأرض عدلا ويقيم العدل ويحكم بشريعة القرآن لأن القرآن هو الكتاب الخاتم هو الرسالة الخاتمة وبالتالي أيها الأحبة هنا الأحداث التي ستحدث بعد ظهور يأجوج ومأجوج هناك تفاصيل كثيرة جدا ذكرتها الأحاديث النبوية الذي يهمني أنا كمؤمن أن هذا الإفساد سيحصل في الأرض وسيكثر الفساد ويكثر الظلم ولكن الله لن يسمح باستمراره إلى ما لا نهاية سيهلك يأجوج ومأجوج ويعود الناس ويعود الأمان للبشر ويعود الناس لأعمالهم للحج والعمرة ولممارسة أعمالهم طيب هنا أنا لا أريد أن أخوض معكم في التفاصيل الدقيقة أنا كإنسان مؤمن كيف أنظر إلى قضية يأجوج ومأجوج لماذا ذكرها القرآن هنا نريد الجانب التدبر أيها الأحبة لماذا ذكر القرآن هذه القصة ولماذا تحدث عن أحداث يوم القيامة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ولماذا قال النبي ويل للعرب من شر قد اقترب الحقيقة أيها الأحبة كل هذه إنذارات لنا نحن اليوم يجب أن تبقى حذرا أخي الحبيب من قيام الساعة الساعة لا تأتي إلا بغطة على فكرة وموت الإنسان لا يأتي إلا بغطة لذلك نحن أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر من عذاب النار من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حتى أنني لم أرى المسيح ولكن أنا أستعيذ من شره وشر أتباعه وشر من يسير على نهجي يعني أنت عندما تقول في دبر كل صلاة في آخر الصلاة اللهم إنني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أنت حقيقة لم تر عذاب القبر ولم تر المسيح الدجال ولم تر عذاب النار ولكن هذه الاستعاذة تذكرك دائما بوجود عذاب احذر تذكرك دائما بوجود هناك مسيح دجال سيظهر في أي لحظة احذر دائما القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا لنبقى في حالة استعداد وهذا المعنى موجود في القرآن أخي الحبيب أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قانت يعني خاشا ما هو حال المؤمن الخاشا آناء الليل أطراف وأجزاء طويلة من الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هنا دقق أريدكم أن تدقق على هذه الكلمة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي الخوف والرجاء الرهب والرغب يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي طيب اليوم نحن كيف ننضي ليالينا على شاشات الموبايل والتلفزيون واللهو والأحاديث التافية إذا كنت تريد أن تكون مؤمنا حقيقيا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يجب أن تحذر الآخرة في كل يومك أن تعمل حساب للآخرة فهذه الأحداث ذكرت في القرآن لنبقى على استعداد نجهز أنفسنا لنزول القبر وللبعث واليوم القيامة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته